بمجرد الحديث عن عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى وجهة المشهد العراقي تعود ذاكرتك إلى المربع الأول ويتبادر إلى ذهنك هشاشة الوضع الأمني عام 2014 داعش لم نقضي عليه يا سيد العزيز داعش تم طردها إلى خارج المدن وإلى أطراف الصحاري وعادوا من حيث أتوا من جديد تعود خلايا التنظيم النائمة إلى شن هجمات متفرقة هنا وهناك وتعزز قدراتها في المنطقة مستغلة الأوضاع السياسية المربكة وخلافات الأحزاب العميقة في العراق داعش استغلت هذا الوضع والانقسامات السياسية ما بين الكتل للقيام بعملياتها بشكل تقريبا شبه يومي هنا في العراق حيث الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية وفي توقيت حساس يعصف بكل ما لديه من أزمات يفقد العراق الدعم الجوي الأمريكي بعد الضغط المتواصل الذي تعرضت له الجهات العراقية من أجل إخراج القوات الأمريكية رغم الحاجة الماسة إليها وفق ما أشار محللون أمنيون تلك السيناريوهات وإن كانت تروق للبعض إلا أنها قد تضع المسمار الأخير في نعش الأمن والاستقرار الآن هم بطلب من العراق موجودين بطلب من ممثلي العراق أما أنت اليوم عندك مصلحة غير مباشرة مع دولة أقليمية تعرض مصالح المواطنين ومصالح الشاب العراقي للخطر هذا غير مقبول هذا غير مسموح من أي جهة سياسية هل لا زال هناك حاجة لبقاء قوات الأمريكية أنا في تصوري نعم هناك حاجة عندما ينتفي الحاجة يكون هناك حديث آخر لكن لحد الآن لديك عندك حراك لداعش وتشير المعطيات على الأرض إلى أن الجانب الإيراني كان له دورا كبيرا بما يتعرض له العراق حاليا من أزمات سياسية وأمنية ولا يخفى على عاقلين اليوم الدور الذي تبذله طهران من أجل إنهاء التواجد الأمريكي في العراق